في التجوزة العقل والعاطفة إلى أين ينتميان هل إلى الروح أم إلى الجسد وما الفرق بينهما يعني كيف يفهم الإنسان أن هذا عاطفة وهذا عقل حتى أيضا الناس تتبين هذا التناقض الذي يكون بينهما وهما ينتميان إلى شيء واحد كيف يكون بعد الفاصل عزانا فاصل قصير نعود إليكم بعده مرحبا بكم عزانا الكرام فضل الشيخ إذن إلى الروح أم إلى الجسد أم قسمين لا ما يتعلق بالعقل ينصرف دائما إلى المعقولات ما يدركه ما تدركه هذه الحواس فتعمل فيه فكرها تفكرا وتعقلا فالمعقولات تنتسب إلى العقل المحسوسات المعنوية تنتسب إلى العاطفة الأصل لغة في العاطفة يعني عطفة يقصد به الميل نعم ولذلك فإن فيها هذا المعنى الإيجابي لأنها أيضا مأخوذة يعني من معانيها الرحم من معاني العاطفة الرحم نعم لماذا؟ لأنها تتعلق بالمشاعر بما يعترج في هذه النفس من مشاعر من مشاعر الحب والرأفة والعطف أو من مشاعر العداء والبغض والكراهية والحقد والحسل هذه كلها مشاعر تعتلج في النفس هذه لا شك أنها تنتسب إلى جانب الروح نعم فلا يكاد يوجد لها تفسير مادي بحسب التعبيرات المعاصرة نعم فما نقصده نحن اليوم حينما نتحدث عن الجانب العاطفي هو ما يعترج في هذه النفس مما تشعر به ومما تحس به هذا الذي يعترج في هذه النفس ويعتمل فيها باطنا مما تشعر به وتحسه أو تحس به يخصر به الجانب العاطفي نعم وهذا خطابه خطاب الترغيب والترهيب والوعب والتذكير والتنبيه أما العقل لأنه إدراك إدراك لمعقولات فخطابه خطاب التعليم والتعلم والتعقل والتفكر والتدبر خطابه مختلف نعم أبرز إذا أردنا أن نقرب المعنى بآية قرآنية يتجلى فيها المعنى وندرك فيها التوازن والتكامل يميل فالله تعالى يقول أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة والتكامل نعم وقدم الحكمة لأن الحكمة تتعلق بالعقل تتعلق بوضع الشيء في نصابه الصحيح نعم لكن لا غنى لهذه الحكمة عن مخاطبة باطن هذا الإنسان وتوجيهه وتذكيره وتنبيهه وإيقاظه ولذلك قال والموعظة الحسنة نعم وقال وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا نعم إذن الحكمة تتعلق بالجانب العقلي والموعظة الحسنة تتعلق بجانب الجانب العاطفي الذي نتحدث عنه هذا هو التكامل بينهما لكن لماذا قدمت الحكمة؟ لأنه كما تقدم الجانب العاطفي هو المقدمة بل لا مجاوز إذا قلنا التمهيد التمهيد فقط لأنه لا يريد لأن هذا الدين لا يريد من المكلف أن يقف عند حد الانفعالات العاطفية نعم وهذا كان يعني سيكون أمر الدين سهلا للناس كافة نعم وإنما يريد هذا التمهيد أو يريد من هذه المقدمة أن يبلغ بها البناء المعرفي وأهم ما في البناء المعرفي الذي جاء به هذا الدين مما يتصل بالتوازن والتكامل بين العقل والعاطفة نعم تصحيح المفاهيم قد يظن أن تقويم الأخلاق هو أهم ما في الموضوع لا تقويم الأخلاق هو جزء من تصحيح المفاهيم و سأضرب لذلك مثالا نعم جميل هذا المثال يتعلق لما قلت بأن أهم ما ينبغي أن نلتفت إليه اليوم لأن خطاب التكامل و التوازن بين العقل و العاطفة يدعو إليه هو تصحيح المفاهيم نعم لنأخذ مفهوم الأسرة نعم المفهوم الشرعي للأسرة لا تحكمه العواطف و إنما تحكمه الأحكام الشرعية الأدلة من كتاب الله عز و جل و من سنة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فالأسرة إنما تنشأ بعقد زواج شرعي إذن مفهوم الزواج نعم هو النواه الأولى لمفهوم الأسرة و ما الزواج في الإسلام هذا لا تحدده عاطفة لا تحدده مشاعر الآن يظهر الفارق ما يتجه إليه العالم الغربي اليوم هو أن يحكم العواطف و المشاعر فيأتي و يقول بأن الأسرة يكفي فيها الحب نعم أن الزواج يكفي فيه الحب بقطع النظر عن طبيعته و حقيقته هذا يتعارض تماما مع دين الله تبارك و تعالى و النظر إليه سهل ميسور حينما نقول بأن علينا أن ننتبه إلى المفاهيم ولذلك نقول الزواج إذن هو عقل شرعي بين رجل و امرأة تحل له ليست من محارمه نعم له شروط مخصوصة هذا هو الزواج في الإسلام طيب بهذا التعريف بهذا المفهوم البسيط أمكن لنا أن نقف إزاء تمييع لهذا المفهوم ما الذي يتبعه إذا تسوهل في أمر الزواج يتبعه تمييع مفهوم الأسرة هناك يتحدثون عن أشكال متعددة للأسرة لماذا؟ لأن خلل حصل في مفهوم الزواج فنشأ عن ذلك خلل في مفهوم الأسرة فأصبحوا يتحدثون عن أشكال متعددة كيف يرد و كيف يجاب يجاب الأدلة الشرعية بتصحيح المفاهيم التي تستند إلى الأدلة من كتاب الله عز وجل و من سنة رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم لكن في التعريف و التعليم و التفقيه نحتاج إلى خطاب الموعظة الحسنة نحتاج إلى خطاب العاطفة ترغيبا و ترهيبا موعظة و تذكيرا